كانت محافظة ديالة تحتل المرتبة الأولى بين المحافظات بالمناطق الزراعية والمساحات الخضراء إلا أن السنوات الأخيرة شهدت حملة ممنهجة لتجريف الأراضي وحتى الحزام الأخضر لم يسلم منها لتتحول ديالة إلى منطقة شبه صحراوية تخزوها الأتربة بكل اتجاه ومع التقاعس الحكومي لتجيير المناطق ظهرت فرق شبابية تطوعية ومنها فريق الحديد التطوعية الذي ساهم ولأول مرة بزراعة شتلات في عدة مناطق بطرق حديثة للسقية يتمثل بنظام التقطير لضمان استمرار الحياة لهذه الشتلات التي ستساهم بإعادة الحزام الأخضر للمناطق باشرنا بزرح شتلات للمنطقة إن شاء الله حتى تقينا من الأتربة التي تعرف سبحان الله الأجواء التي دائما يصير عندنا من التصحر وباشرنا بزرح إن شاء الله ونتمنى من الحكومة أن تدعم فئات شبابية استخدمنا بهذا الشغل مراتنا استخدمنا الطرق الحديثة بالرأي نظمة التقطير كلية استخدمناها ما عندنا شيء أنه تعال أزقي أنت وتعال أزقي فلان وهذا لا شغلنا كل مرتب نقطة كهرباء نشغل مطور يزقي المنطقة كلية أو المشروع كلية نقطة طفية ينتين المشروع كلية وبحسب المعلومات تحتاج بعقوبة وحدها إلى أكثر من خمسة آلاف شجرة للتصدي للأتربة وعادة المناطق السياحية إلى عهدها بينما تحتاج المحافظة بشكل عام إلى عشرين ألف شجرة خصوصا في المناطق الحدودية للأقضية وقد تكون هذه الحملات التطوعية بصيص أمل لعودة الحزام الأخضر الذي افتقده أهالي ديالا منذ سنوات وخصوصا مع العواصف الترابية المتكررة في كل عام من محافظة ديالا عمر العبيدي قناة الفلوجة